نادي الأهلي بيسكت فخ التعادل قدام الجونة عشان يبقى النقاط اللي ضيحها متساوية مع نادي الزمالك وبيكرر بالضبط الموسم الماضي لما النادي الأهلي كان عنده فجوة في النقاط يقدر يتقدم بيها على الزمالك وعلى برامز منافسية على الدوري جه في المباريات المؤجلة وضيحها نفس الأمر بيحصل دلوقتي النادي الأهلي كده فارم بينه وبين نادي الزمالك مباراتين إذا كسبهم لازم يكسبهم عشان يتساوى مع نادي الزمالك في الصدارة نادي الأهلي في الماضيين المؤجلين له خسر فيهم أي نقاط سواء بالتعادل أو بالهزيمة يبقى بيترك الصدارة لنادي الزمالك عشان ينفرد بيها نادي الأهلي النهاردة وقع في أخي التعادل قدام فليق الجونة في مباراة ربما كلنا كنا شايفينها سهلة جدا 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 على لعيبة النادي الأهلي مش محتاجة تدخلات فنية من الجهاز الفن الجديد أو حتى من القديمة أو من أي حد بركة تساركة في متناول لكن لعبة النادي الأهلي فعلا عندهم أزمة كبيرة في القرارات تاني لعبة النادي الأهلي عندهم أزمة كبيرة جدا 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 في القرارات داخل الملعب ذهنيا دايما بيختاروا القرار الخطأ بياخدوا القرار الغلط في مباريات بشوفها مباراة سهلة قدام فريق أصلا بيعاني في المراكز الأخيرة وكان يعني النادي الجونال الفارق ما بينه وما بين النادي الإسماعيلي أول يعني أقرب الهابطين مع مقصة وإستر كامبلي فارق تقريبا نقطتين أو ثلاث نقاط طيب ريكاردو سواريش له أي تدخلات أو له أي بصمة في أي مباراة حاليا تاني بقول لكم لا لا الجهاز الفني الجديد بقراضة ريكاردو سواريش مالوش أي تدخلات زي ما شاهدت لكم من ماتش بيتروجات احنا بنتكلم على القرارات الفردية لللاعبين قرارات فردية سيئة الراجل لسه بيتعرف على أساميهم وبيتعرف على مراكزهم وعشان كده هو مازال محتفظ بالأربعة اتنين تلاتة واحد مع اختلاف بس الأسماعي نهاردنا دي الآن كان عنده غيابات كتيرة بسبب الإصابات ياسر إبراهيم محمد بنعم إقافي ياسر إبراهيم إصابة حسين الشحات إصابة ولعب مكانهم أيمن أشرف رمي ربيعة ولعب في السوق الهجومي صلاح محسن مكان حسين الشحات نادي الأهلي الشوت الأول على وجه التحديد سيطرة كاملة متكاملة على أرض الملعب نادي الجونة تقريبا مراحش عند مرمى محمد شينيه ولكن لعد نادي الأهلي قراراتهم في الملعب غلط وأديكم كم مثال صلاح محسن على وجه التحديد في الشوت الأول كان بيلعب في لعبة الجبهتين علي معلوله قدام وي قدام محمد هيني في بعض أحيان لما كان صوارش بيطلب من طهر محمد طهر وي صلاح محسن يعمله السويتش أو الشيفتينج عشان يعني يربكه تفاعله عشان ما يخدوش على أداء صلاح محسن في كرات عديدة مفروض يفترض من الجنح أنه في بعض الأحيان لازم يخش لعمق الملعب بالكرة عشان يسيب المساحة ويسحب ده معاه عشان يسيب المساحة للفول باك يطير من وراه وياخد المساحة دي سواء أنه هيختارك في عمق منطقة الجزاء أو يلعب الكرات العرضية صلاح محسن في أوقات كتيرة حروقاته كانت خاطئة الراجل واقف على خط الملعب والجناح طاير من وراه كل اتنين مقفلين على بعض مش واخدين المساحة مجد أفشا بيعمل دور البلايميكر وعمل جهد مميز ووضع جدا أن أفشا بيحاول يثبت أنه هو صنع اللعب الأساسي في النادي الأهل أنه لما بيلاعب في العمق يفترض أنه ينزل لتحت كتير عشان يسحب معاه مساك عشان واحد من الجناحين لنا كنت بشرحها لصلاح محسن أو حتى طاهر محمد طاهر يخش وياخده المساحات ده بنتكلم عليها ما بين الفول باك وما بين المساك ما شفناش برضو الكلام ده بيحصل النهاردة طاهر محمد طاهر جهد وفير للغاية مقادر شنكيره بصراحة جهد وفير جدا 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 بيجري كتير بياركض كتير وبيدافع كتير وعايز يثبت لمدير الفاني الجديد أنه هو بيدافع وبيرجع للدفاع مع زميله لكن بعض القرارات النهاردة كرة من القرارات اتفضت للمساحة التميمة لطاهر محمد طاهر في يعني بالقرب من الجبهة اليمنى وخلاص الفول باك دخل طاهر كان محمد هيني خلاص طاير بدل ما يرمي الكرة لمحمد هيني عشان ياخد المساحة دي كلها الواحد وفضل أنه هو يسدد الكرة بشكل فردي والكرة خرجت برة المرمى دي واحدة من القرارات ده قرار لعيب اللعيب النهاردة بياخد قرار فيه فرصة جاية أو فيه إتاح يعني فرصة بوتانشالة أنت تحدد بيها مرمى المنافس أنت بتاخد قرار لا يناسب الفريق ولا يناسب اللعب الجماعي المفروض الفريق يعمله وبالتالي شفنا الشوت الأول بيمر والنادي الأهلي مش بيقدر أنه هو يعمل هجمات على فريق بيعاني من مؤخرة الجدل وبيعاني من هو بيقترب من الهبوط تخيلين عماد السيد طبعا حالس مرمى مكتهد للغاية لكن لم يختبر ما شفناش عماد السيد النهاردة فيه اختبارات كتيرة بتحطه تحت الضغط نادي الجونة والكابتن تامير مصطفى لعب بطريقة في الشوت الأول أقرب إلى أربعة تلاتة تلاتة وهو عارف إن المخزون البدني اللي لعبته هو بيحاول يسيبه للشوت التاني وطبيعي إحنا نتكلمنا كتير على المجهود البدني عددنات الأهل لازم تعرفكم يا جماعة إن الفريق اللي بيهاجم بيستهلك بدنيا أكتر من الفريق اللي بيدفع فيه بيدفع في أوقات كتيرة بيبقى ثابت وبيستقبل هو عام زي البلوك عام زي البلوك هو حقت صد أنا واقف وكل ما بيتهاجم عليها عملا صد لكن الفريق اللي بيهاجم كتير بيفكت كواه البدنية الشوت التاني بدأ الكابتن تام مصطفى بمرور الوقت يبدأ يغير من أسلوب دفاعه ويتنزل مدافع تالت لأنه ببساطة أول ما شاف حسام حسن بينزل عند النادي الأهلي وسوارش بيادة يلعب على الكورات العرضية لحسام حسن فهم تماما إن أنا محتاج ألعب به مساك تالت عشان أخلي الدفاع بتاعي خمسة وكمان فيه الكورات العرضية رجع واحد من الوسط عشان أعمل شبكة من ست لعيبة أثناء الكورات العرضية واحدة من النقطة الغريبة اللي بلاحظها ولازم حد من الجهاز الفاني مساعد لسوارش سواء يفترض الكابتن سمي قمصان يقول له إن حسام حسن لما أنت تحب تلعب بحسام حسن لمحمد شريف هو عطر أو حسام حسن ما ينزل هو عطرفه على الطرف حسام حسن هو لازم يلعب في البوكس وفي وجهة نظري إذا حبيت إنك تلعب بحسام حسن ومحمد شريف لاجب إن انت تحولت طريقة لأربعة أربعة أتنين فلات يبقى شكل اللعب في الملعب عامل كده بالزبط وتتخلى ولازم تكبر محمد إذا احتفظت بمجد أفشا لازم تحتفظ بي على الطرف مش ينفع تلعب بي في قلب الملعب وتودي محمد شريف على الطرف لأنها أسلوب لعب غريب جدا محمد شريف مش جناح ومش هيديك كجناح لأنه هو لعيب بيلعب داخل البوكس بشكل أفضل من يلعب خارج البوكس وإنت ساعتها مضطر إنك تقول لي مجد أفشا لازم يروح هو اللي يروح على الطرف عشان يلعب الكرات العرضية مش تطلب منه أي شيء إنك مش تعمل الخطة دي غير بخطة إيه يعني طوارق هتلعب بيها في آخر نص الساعة أو 25 دقيقة اللي انت مش عايف تهز مرمى المنافس بتاعك ومعندكش وسيلة للوصول غير الكرات العرضية وعشان جينا شفنا إن أول تهديد تقريبا نجيه على مرمى ما دي سايب من الكرات العرضية اللي عملها زياد طارق لما نزل كبديل في الشروط التاني وقدروا إن يعمل كروس لحسان محسن مثلا دي جات في الديقى الأخيرة فجات فرصة خطرة للنادي الأهلي كرة عرضية عاملة بشكل مميز لكن طبعا التوفيق ما كانش مع حسان محسن دي كانت أول واحدة يلعبها تخيلوا حسان محسن نزل في الديقى تقريبا 60 أول كرة بالراس يلعبها تجاه المرمى ويعمل ما يشبه هالخطورة كانت في الديقى 96 وده يبقى يقول لك عدم النجاعة عند النادي الأهلي وعند لعيبة النادي الأهلي وكان واضح جدا جدا تأثيرهم البدني فيه آخر ربع ساعة للدرجة اللي خلت تغييرات الكابتن تامر مصطفى في الجونة أفيد للجونة من تغييرات سوارش للنادي الأهلي اللعيبة متوزعة بشكل خاطئ جدا أليو ديانج وعمر السلية في حالة بدنية سيئة جدا وحالة زهنية سيئة جدا متصرع بيعمل أخطاء كتير بيعمل ميس باس كتير حتى أليو ديانج مش هو أليو ديانج اللي احنا متعودين عليه فيه خط وسط النادي الأهلي الصداد البلوك اللي بيقدر يخطف الكرة من الهجمات المرتدة للمنفسين ويرجحها هجمات لصالح النادي الأهلي كل ده مش هو في نوش الملعب مفيش فيش تقارب كتوفنا كمية فجوات ما بين اللعيبة في الشهوط التاني فاضيعة طبعا ده بسبب إيه بسبب الارهاق البدنية دي الأهلي بيلعب لعب في اسكندرية بعد كده رجع لعب في القاهرة بعد كده نهار ده بيحل يلعب في الغردقة مجهود خلال كل الكلام ده إيه في أقل من الأسبوع فبنتكلم في مجهود بدني رهيب بكل تأكيد يوم الأهلي بتلعب قدام سموحة في اسكندرية يوم السبت بتلعب قدام بترجات في القاهرة يوم الثلاث بتلعب قدام الجونة في الغردقة أقل من أسبوع وبالتالي شفنا كمية فجوات كبيرة الدقائق الأخيرة اللي بتفرج على مباراة حسن الجونة هو الأقرب للتهديف عن النادي الأهلي بسبب إيه بسبب اللعيبة متقاربة جدا 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 في نص الملعب قريبين كلهم كلهم همهم بس حاجة واحدة ارم الكرة الشبراوي على الجناح وشبراوي لعيب حريف جدا جدا بياخد الكرة وبيقدر يستحوز عليها ويحط النادي الأهلي دايما في نص الملعب والمطلوب بس إنك تضيع الوقت وتستنزف الوقت المتبكة عشان إحنا مش عايزين أكتر من نقطة التعادل النادي الأهلي خلال ست دقائق وقت بضل ضيع ست دقائق وقت بضل ضيع ما هديتش مار مجونة غير بكرة واحدة حتى برضو عايز أتكلم على الكرة اللي تحسبت على العمات سيد الكرة الضربة الحورة غير مباشرة من داخل السيكس ياردات تخيلوا كرة من داخل السيكس ياردات يعني أقرب من ركلة الجزاء كرة أقرب من ركلة الجزاء العيب النادي الأهلي حتى هم بيخططوا إزاي ينفذوها نفذوها بأسوأ شكل ممكن يعني تخيلوا كده مثلا تعالوا شرح حالكم العيب تتجون طبعا كلهم اترسوا قدام المرمى كله اترسوا قدام المرمى عشان يقدروا يحموا المرمى بتاعهم دي نفترض يعني ايه دي دول اللي كانوا وقفين نهو الفرح هولا اترسل طبعا بس انا عايز اتكلم عن نقطة هم اتفقوا مع العيب تنادي اتفقوا والمجدي افشا هيد دي ظهروا دي اللعيبه وعلي معلول هيا في نهو بالشمال وعمر الصلاة وقفين نهو وكانوا اللعيب وقفين هناو كانوا واضح جدا 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 للعيب تنادي الجونة سايبين حتة كدهو غزبا عن نوم على يمين المرمى وده مجدي افشا وده عالي معلول طبيعي جدا لو انت واقف كدهو ده عرب منك كل ازهال اللعيبه الوقف على خط المرمى هتروح ان انت هتمحر الكورة للراجل ده لكن ببساطة في وجهة نظري الشخصية لو لعب واقف هناهو ولعبت نادي الجونة كل تركيزها مع اللعب ده ودي تلعبت بالقدم اليوم كدهو ما تلعبتش كدهو اعطاها كيف ممكن تباغت لعيبة الجونة ولعيبة نادي الاهلي قدروا يحرزوا منها هدف واضح جدا ان لعيبة من الاهلي زهنيا مش في حالتهم لان هما اصلا بدنيا مش في حالتهم والامور كلها فعلا في اسوأ 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 حالتها للنادي الاهلي خلاص اللي حصل حصلنا للاهلي اتعادوا زي ما قلت لكم عدد النقاط دلوقتي اللي فقدها النادي الاهلي مساوي لعيد النقاط اللي فقدها نادي الزمالك ولكن النادي الاهلي هو رضح الضغط لانهو لسه عنده مطشين مؤجلين محتاج يكسابهم عشان يتساوى في النقاط مع نادي الزمالك في دلوقتي تقريبا اجازة ما يقرب من اسبوع لغاية يوم اه اتناشر قبل ما النادي الاهلي يعود لمباريات الدوري عشان يواجه مباراة قوية جدا جدا قدام فيوتشر دلوقتي زي ما قلت لكم من يوم اتناشر سبعة لغاية يوم عشرة ثمانية حيلعب تسع مباراة في وسطهم نهائي كاس مصر يوم واحد وعشرين يوليو هل الجهاز الفني بدأ يحط ايده على الاخطاء وعلى مستوى اللاعبين على المشاكل اللي عند الفريق اعتقد هي بدأوا يحطوا ده يعني ستيب باي ستيب بخطوة كده يحطوا ايدهم على الاخطاء عشان نقدر نشوف الجهاز الفني الجديد بكيادة ريكاردو سوارش هيقدم لنا ايه الشكل للنادي الاهلي بداية معاوت لمباراة ان شاء الله من يوم اتناشر سبعة بمباراة الاهلي وفوتشا مبروك للنادي الجونة الحصول على نقطة في صراع المؤخرة اللي هو بياخده حاليا اكيد هارد لك للنادي الاهلي خسارة نقطتين في صراع الصدارة الصدارة وبدون شك الدوري اشتعل تماما بعد ما تساوى الاهلي والزمالك في عدد النقاط المفقودة ده كان حلقتنا النهاردة من صبورة يلا جورة وتحليل مباراة الاهلي والجونة شكرا جزيلا لكم كنت معاكم كريم سعيد اشتركوا في القناة